أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أن الاتصالات ما زالت جارية مع السفارة الأردنية في واشنطن بشأن نقل جثمان المواطن الأردني صالح أبو خيط الذي قتل مؤخرا في ولاية فرجينيا الأمريكية الناطقة باسم الوزارة صباحي الرافعي أوضحت أن التحقيقات في هذه القضية قضية مقتل أبو خيط أثناء عمله في محطة وقود في الولاية ما زالت مستمرة وضافت الرافعي أن الشرطة الأمريكية ألقت القبض على القاتل الذي أقدم على فعلته مستخدما قطعة خشب بداع السرقة يشار إلى أن المغدورة أبو خيط هو نقيب متقاعد من أبناء بلدة الحصن في محافظة إربد